السلام عليكم اخباركم ام نورين دايما معايا باسعب بكم في كل وقت وفي كل وقت يا مرحب يا مراحب وياهلا بميني شارك سعادة غامرة دايما بوجودي معاك ودايما مع بعض ان شاء الله الحقيقة انه الزمالك بكرة عنده مباراة هامة مباراة بطولة الفوس فيها يوديك لنهائي بطولة الخسارة معناها ان اخسرت بطول وخلي بالك من الكلام اللي هقوله ده بنسبة تفوق السبعين تمامين في المية اذا صعب نادي الزمالك الى نهائي كأس مصر سيفتح مجلس ادارة نادي الزمالك ملف كاس النغبة وفكرة انه هو الزمالك من حق ويشارك لان دي بطولة غير بطولة السوبر اللي تم اقف الزمالك عنها لمدة موسم الدبدبة بتاعت النادي الاهلي مش هتفرق كتير لكن الزمالك يقدر يطلب بس لازم يفوز ايوا الزمالك يقدر يطلب لكن لازم يفوز الاول ساعتها يطلب مجلس يبدأ يتحرك ويقدم مذكرة ويعمل بروباجندة المعتادة عشان يظهر الامر ويبدأ الكلام فيه في اتحاد الكورة مرة اخرى واعادة النظر من ربطة الاندي لا شك ان اسم النادي الزمالك اقوى كثيرا من فيوتشر واقوى كثيرا من سراميكا واقوى اكسر واكسر من بيرابلز وفكرة وجود النادي الزمالك ووجود النادي الاهلي في هذه البطولة فهو زخم ما بعده زخم وعالاقل المباريات اللي محدش عاكمين هلاعبين هتفري كتير اللي ممكن تلاقي الاهلي والزمالك في النهائي وده معناه نفس الاجواء اللي بتلقى معمولة في السوبر العادي عاوز افكركم بقى بنفس الحكاية بقى انا يومين بنأكد عليها ايه هي اللايك 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 والشير والكومنت اكبر كمية بقى من اللايك عاوزين انا نفسي في مرة ما وصلتش للركب ده عشر تلاف لايك هرافش ازاي العشرة تلاف لايك دولة وتعملت دينها هتغير كتير يعني قصة كبيرة جدا لكن الحقيقة ان انتم عارفين القصة طبعا والاجواء اللي موجودة دلوقتي على السوشيال ميديا والتضييق اللي حاصل على المنطقة العربية كلها اه ومن ثم محتاجين كل اللي يشوف الفيديو ده يعمل لايك وشير وكومنت ويشهر يعني الموضوع يزداد والمشاهدة تكبر وزي قلتلكوا يعني اه جملوني كده في عشر تلافكم اه لايك يعني وعلى فكرة في انا الفيديوهات الناس بشوفها اكتر من عشر تلاف يعني مع عشر تلاف لايك ببقى شيء كويس برضا طيب نروح على فين نروح على مفاجئة الضرائب النهاردة ودي خلي بالكوا بقى من الكلام اللي هقوله اللي حصل النهاردة ده هتشوفه كتير يعني ايه وإيه اللي حصل النهاردة ده فجأة ده الزمالك خلص موضوع الضرائب هي دي بالزبط اللي انتو هتشوفوها خلال الفترة تلات اربعة عشر الجيين مع حسين لبيب ومجلسه ايه فجأة حاجة حصلت فجأة حاجة حصلت تمام ليه لان هي دي الاستراتيجي بتاعته انه هو يعمل في الهدوء قوي ويخلص فيه الهادي وبعدين يعلم الموضوع ففيه زي ما موضوع الضرائب ده بيخلص هتلاقي موضوع فك القيد زي ما موضوع المدرب اللي هنتكلم عنه وهكاسم فجأة فك تاك تاك هتلاقي فايه بقى مفاجأة الدرايب النهاردة انه النهاردة الدرايب الزمالك والدرايب المصرية وسط الاتفاق مكتوب وموقع بان الزمالكي قصت الفلوس اللي عليه على التسع سنين تسع سنين خلي بالك بتقصت الديون بتاعتك تسع سنين بما يستجد تدفعه يعني اللي موجود ده مسلا لو افترضنا انه الموجود جنيه هتدفعه على التسع سنين طب ولو جي نص جنيه جديد لا تدفع نص جنيه فوق لا التسع المهم الكلام كله اللزلالك sich going atddafi'wa61مليون الحقيق الخارج انه هو موجم الشخص مجمع الامر OY و 61مليون لكن الحقيقة ان ذلك ما دفعش 1 المليون او بجلس حسد لابين ما دفعش ما دفعش 6 ستين مليون ليه لانه زي ما حصلت المفاجأة ايه? انو الضرايب هم الناس قاعدة معاها وبيتكلموا وبيتناقشوا. تمام? حصل ايه بقى? حصل العطر. انو الناس وهي بتتناقش قالوا لهم على فكرة هو انتو ليه عملتوا ما فيه قاندية اخرى عندها ديون في الضرايب وما حجزتوش عليها. اشمعنا احنا. فكان الرد واضح. واحيو كلي عارفينو. ان انتو كزمالك اللي اتصلتوا بينا قلتوا ان نحجزه. فكان يجب ان نحجزه. فحجزنا. يعني المرتضى منصور مصر مرتضى. ومجلسه هو السبب في فكرة ان احنا حجزنا. ما فيه عندها اخرى. بالفعل فيه عندها اخرى. ولسه ما خدناش خطوات ناحيته. لكن اللي حصل انه طالما قبل بلغت عن نفسك لازي باخد قرأ موقف. فاخدت الموقف بحكاية الايه? الحجز. طب ايه اللي دفعوا مجلس حسين لبيب. دفع اربعة مليون مليون. الواحد وستين. ده السبعة وخمسين مليون اللي كانوا موجودين في حساب نادي الزمالك. اصلا اللي تم حجزهم تم اخزهم لمصلحة الطرق. كان سبعة بص بقى تلتمائة مليون واربعيت مليون ما طلاعش طلع سبعة وخمسين مليون جنيه. كانوا هم اللي موجودين في الحساب بتاع نادي الزمالك. كانوا محجوزين عليهم. اما بين مدوء عباس وغاية ما دخلت الضرايب خليتهم هيا. خلاص اما خدت الضرايب بقى ساعة وخمسين. اما عدنا بقى شوف اربعة مليون. المفاجأ ان المستشمر طلعوا مجلسه مرضيش يععد ويتفاوض. يعني هون كلفة اربعة مليون يوما يحجح كادي من شهر واحد اللي فات. من شهر واحد. سيب. خلا كابت الحسين. وطبعا الاستاذ احمد في قضو الوطن المديري المالي السابق كان خطوات. عندما كان مسا في اللجنة السلسية. وقالها الامر النهاردة. ومبارح للامان هو اعلي النهاردة. لكنه مبارح كان خلصان. وخدوا التوقيعات النهاردة وانتهت الحكاية. وتم رفع الحجز عن كافة حسابات نادي الزمالك. الآن الزمالك حر في اللي جاي. اللي هو ايه? هقولوكو عليه بعد شوية. طيب. ما قلوكو دلوقتي بخلاص. الزمالك بيفكر انه يعمل زي الاهلي. يعني ايه? اللجنة الاهلي بياخد قروض. بدأها بتلتمية مليون. هل في قروض اخرى? نعم في قروض اخرى. مش لازلت باركام كبيرة لكن في قروض. اللجنة اللجنة كان بتاعت كابت الحسين اللبيب. اللجنة دي خدت قرد بتمانين مليون. بس سدته في فورا يعني في مسافة ستة شهر بتاعتها. اذا الزمالك يتجه الان الى قرد. وما ينفعش تاخد قرد والبنوك والمحجوز على رصيدك. فعشان كده قصة الحجز دي ورفعها هتفتح باب النزاك ياخد قرد. القرد ده بكام? معرفش. في ناس بتقول سبعين. في ناس بتقول مية. انا وجهة نظري انك تاخد اخص حاجة. شوف ايه اللي تقدر تقنص مليار. واتفعه على خمس سنين اربعة سنين مش فرقة. وعندك ليه بقى? لان انت بحتاج دلوقتي سيولة نقدية. مهم جدا انت محدش يقولي انه القرد. سيكب الكامل كابت بقول مصرام مرتضي يعني. القرد ده مهم لانه كمان نادي الزمالي قائم مقام يعني موجود. مش هيتشار من الحتة. ومداخله معروفة. سواء البس اللي بيدخل له حوالي بس ورعاية بتاع ميتين مليون. اه النادي الجديد العضويات اللي بتجيب له في السنة الحالية يعني فوق مية وعشرين مليون يعني يقدر يعمل التقسيط ويعمل كل حاجة. فبالتالي انك انت تعمل بقى الخمس وميت مليون دول انا بقول اتمنى انا معرفش يقدرها تعمل ايه? ما عنديش علم. انا مسألتهمش في الحكاية دي. انا عارف انهم هعملوا قرد. لكن انا ما عارفش هعملوا كامل. لكن اقول رقم عالي عشان تقدر يبقى متوفر السيولة اللي تقدر تبني بيها. جزء او تفتح او تعمل بداية ستارت لستة اكتوبر اللي بعد الستارت ده والناس تشوف ان فيه حاجة فعلى ارض الواقع هتلاقي ناس جاء تتعاقد فديه فلوس بتدخل. تمام? وفكرة انك تبني الفرع. ودي حاجة محترمة جدا. تمام? طيب. ايه تاني? انك تبقى تبقى تجيب تجهز في تجديد المنادي اللي موجود دلوقتش. اللي النادي محتاج تجديدات وصيانات. وكمان الالعاب اللي موجودة. اللي بيحصل ايه? انك انت تبقى رشيد بقى. ازاي تبقى رجل رشيد فيه المصاريف. تمام? اللي هو بقى اللاعبة تاخد كم مش عارف ايه? لا تقلل الاسعار. تقلل الحاجات دي كلها. هو ده اللي هيحصل. بعد مفاجرة الضرايب. القرض. اللي انا موافع عليه تماما يعني. هو يعني اللي بيقول له سبعين مليونة مليون ده هزار. ده رقم هزار. دول هيخلصوا في ليلة وضحاف نادي الزمالك. ده لعبة الزمالك اللي موجودين عاوزين تسعين مليون اساسة. لوحدهم. فالتمانين مليون دولة وتأجاب قاردة يخلصوا في يوم وليلة يعني زي بنقول. وهي انت عاوز تبني وعاوز تعمل. وهترجع ما هوزيك هيروح فيه ما هوزيك موجود. البنوك مش هتخاف على فلوسها لان ده الزمالك. وبعدين عندك محمد الاتريبي. حاجة مهمة جدا في البنوك. وعندك عمر الجنيني. يضروا يساعدوا ويوفروا يعني. دي حاجة. ايه تاني بقى? عبدالله جمحة. الحقيقة انا من الناس وهستمر في هذا الكلام. حتى ولو تقلق عبدالله جمحة. انه رحيلة عبدالله جمحة واجب. واجب. على مجلس دارة نادي الزمالك والجهاز الحال. يلعب. ويجتهد. ويشارك. عشان نسوقه. لان عبدالله جمعة من الفين واحد وعشرين. اما تجدد عقده وما قبله كمان. يعني متقيبة من واحد وعشرين من بعد انهاء الافريقي. وما جاله الكورونا وما لعبش ده. تمام? عشان كن رحف تتاح محل. ولا هزعلن منه يعني دي قصة يعني. المهم انه من واحد وعشرين او من عشرين عشرين للنهار ده ملعبش كورة. لو لعب ست مطشاط يبقى كتير عشر مطشاط لمستحيل. في الحقيقة يعني زاك يدفع فلوس على الفاضي. هتقولي ان احنا نحتاجين ودوقتي عشان لأحمد فتوح نجيب حد في يناير. لو فكنا القيمة. يعني سهل. محمد زاكي ولا شاب الصغير باللي كان ملعب في زد الباك الشمال ده يلعب. يعني وبعدين بقى هل الوزن تزبط ولا لا مش شافين ده. هل هيبقى عنده اللياقة كافية انه يلعب. لكن الكابتن معتبه الجمال رجعه. ليه بقى عندهش حد قهده. لكن طبعا وجهة نظر ان العب شافي اللي هيلعب يعني. محمد عبد الشافي هو اللي هيلعب. والمسوسي اللي هيلعب يميل. وهي هيكون في القلب حسنا عبد الجيد ومحمود علاء. السنية دي ما لعبش مواضع قبل كده. ربنا يساهل يعني. لكن الاتنين ملعبش. والرباع ده ملعبوش مع بعض تعريبا. فبنسمى الرباع ده فيه خبرات سواء المسوسي او عب شافي. واحود عليها وحسامها عميين. فاحنا ممكن نلعب ده. هي المشكلة حقيقة طول الوقت في الزمائل خط الوسط. نشوف الكابتن معتمد يعملي. لكن عبدالله جمعة. رجع يا جدعان. طيب. المدربي جديد بقى. انا ما زلت عندي رأيي. ان المدربي الجديد مش جيد رادي. ابتوا عزين حاجة تانية لحانتوا احرار. انا عديش بعنع. لكن ايه بقى. الاسامة سوزة وبوزة وفوزة وليزة وكوزة والحاجة دي. ما فيش. كل الاسامة المتدولة. بص لكم حاجة على الكابت حسين اللبيب. كابت حسين اللبيب من افضل الناس. على كومو فلاش. يعني هيوديك. كلنا هنروح لحي تليمين. والحاجة جاي من ناحية الشمال. او كلنا روح لحي تليمين. او انه مش عارف انه جاي من انجلترا. فتليه رجع من فرنسا. حاجة كده يعني. ففكرة انه كلام بقى اللي لايف وبعدين. تشوف وكيل هنا بيقول ووكيل هنا بيقول والاتنين دول مش هيجيبوا احد خلص. مش هيجيب منهم. هجيب من تالت ما فتحش بقى. ومختفي. مستخبي كده. ده حاجة بس كده حاجة صغير على الكابت حسين اللبيب. كل بقول الكابت حسين اللبيب. ومتعمي ده اقول ما بوش واكس زلط زباني بقول كابت حسين اللبيب. فكل الكلام اللي انتو بتسمعوا عن التح عن المدربين ده. كل تسدهوش. الوحيد اللي كان ممكن يبقى فيه مشهد هو جروس و جروس بعد الاربعة وعشرين ساعة من ظهور اسمه انتهى في نفس اللحظة. انتهى. ليه? انتهى بعد ما عرفه انه بقى له ثلاثين ونصف ما بيلعبش اه وفي نفس الوقت الكلام والتقارير الالمانية اللي كانت على انه هو كان فقد التركيز با كانش بيفتكر رسامة اللعيبة والحاجات دي. وقت الوقت بقى بازل وبتاع مستشار رياضي كده يعني اه على قد يعني في عمره الثمانية وسبعين سنة. ربي هادروا الصحة احنا. لكن انا بقول لكم ان كل الاسماء المتدولة دي اسماء غير حقيقية ولن تأتي. ولن تأتي. اللي هيجي حد ما حدش سمع عنه كاسمه كبا قيمة كبيرة يعني وقيمة كبيرة. لكن ما حد سمع عنه في الاعلام. وبقول هالكو هو امانة شديدة. اي اسم هيطلع مع عدد اللي انا هقوله. معلش سيبونا اقولي الجملة دي وانا اعي تماما ما اقوله. اه صدقوني انا بس. يعني على المهم. طب بفكركم دايما بلايك وشير والكمنت وقلت لكم ان احنا عوزين نوصل للفيديو ده لعشر تلاف لايك. ازاي ما اعرفش. احنا بقولكم ان اللي بيتفرجوا عليها اكتر من عشر تلاف يعني بقى محبة منهم يتفرجوا لايك يعني مش كده ولا ايه. طيب نقول باسم الله بقى ونروح لحما الفتوح. قلتلكوا قبل كده اللي حما الفتوح بيحب الوجاهة. وسط عراضي يعني شوي زي ما بيسموه. ايه الكابة العربية البنتلي العربية المارسيدس الجي تلاتة وستين. الماش عارف المارسيدس الكوبي ايه. وعنه طلات عربيات يعني. اه العربية الواحدة فيهم يعني البنتلي ممكن خلاف خمستاشر عشرين مليون. اه ومدفعش فلوسها بقصة يعني. والمارسيدس برضو بتاع عشرة مليون. تمام? والمارسيدس التانية بتاع ستة سبعة. المهم. فهو يحب الوجاهة. وراجل عنده بيت بيبنيه دلوقتي او فيلا بيجهزها في مدينتي. واعد في الرحاب. يعني وجاهة. وعايش في الوحالة الوجاهة دي. وده امر طبيعي ترامل ربنا رزقه. فهو راجل يعني ربنا رزقني. وده طبيعي واي انسان في الوجود ربنا رزقه هيعمل كده. طيب. في نفس الوقت. احمد مديون. عشان الحاجات دي. واحمد طول الوقت مديون. مسألش ليه. برضو بيفتح حاجات كتيرة بقى. وعنده مشروع صغير كده في المنطقة السلامة المنطقة اللي هو فيها يعني او اصله منها يعني. ففتح مشروع صغير كده او كبير اللي هو عالم. تمام? يعني عنده زي اي لعب كورة يعني. كان زمان لعب كورة بتفتح اه معرض سيارات. لكن يعملوا كافيهات يعني اوفر. المهم. ماشى ده احمد فتوح والله حصل. لا شك ان احمد فتوح كويس. اه على المستوى اللعب وكل حاجة. وكل اللي يعرفوه ان هو عمره الحقيقة المبسط كده تشوف هو عمره متخانق. ولا اختلف على حاجة. اه كده كده عملها قبل كده يمكن ترون. لكن في العادي ما بيعيدش مشاكل. يخلش مع زميل ومش عارف ايه. واتبغوا برضو يعني محلقة يعني. فهنا القصة. لغاية المشهد اللي حصل اللي احنا عارفينه بتاع خروجه هو وصفة زيناري. وآآ مصطفى زيناري وكمان محمد صبحي. وانه مجلز زيناري كانت تحسل لبيب قرر عرضهم للبيع وتحولهم للتحليم. والحقيقة انه مبارح محمد صبحي واخونا عبد مصطفى زيناري راحوا. التحييق احمد مراحش. لكنه راح النهاردة. ودخل من دواب رقم اتنين. اللي هي عند وزارة الشاب والرياضة. اللي هفوشة وزارة الشابة. ما نخلتش من بتاعة آآ جامعة الدول اللي هي بتاعت اللعيبة. دخل من احد تانية وطلع على المبنى الاداري على طول. قعد مع المحقق. اللي كان محقق مين حد مش يقولي القانونية للأسف ما عرفش مين هو. آآآ البعض بيقول انه رئيس شؤون القانونية والبعض يقول لك لقدر مستشاري القانوني مجلس الادارة. المستشاري السيدة عزت. الله واعلم الموضوع اي بالزبط. يعني في مين احوال؟ نادي ذلك بحق معاه النهاردة. هو اعترف. ولعيبة برضو اعترفت. لكن انا مهم معي بقى نص الاعتراف. هو احمد قال خرج اتكلم وعرف الناس يعني مش بقول يعني حاجة سر الاسرار. تمام? وفي كتير كتبه. بس انا هاخد الكلام ده وحلله يعني. نحلله مع بقى تحليل منطقي كده. وهو ايه? قال انه نعم انا خرجت من المعسكر. ومتقبل العقوبات اللي وقاع عليها نادي الزمالك. ومعديش ازمة في الامر. نعم خرجت. ثم اني معديش ازمة في العقوبات اللي وقاعها على نادي الزمالك. مش فارق معي يعني. تمام? طب ايه القصة? قالك انا خرجت للعشاء. انا وزميلي محمد صبح ومصطفى الزناري. ولم نخرج للصحر. قولك لما قلتش اصهر. رح تاكل. طيب. ليه رايح تاكل ما انت في المعسكر? قال انه الامر ده عادي. احنا عملنا الحكاية دي اكتر من مرة. الله. هنا بقى القصة. قالك ايه? هقوله النص بالزبط معي هو. قالك ايه? خرجت للعشاء مع زميلي محمد صبحي ومصطفى الزناري ولكن لم اخرج للصحر. تمام? كما تحدث البعض. وان هذا الامر ليس ازمة. فالفريق خاصة انه سبق وانحدث من اكثر من لاعب سواء باستقدام عشاء الى الفندق او الخروج لاشراء اكل او العشاء خارجا. الفريق يدخل انا هرجع تاني للكلام ده. الفريق يدخل للمعسكر بعد انتهاء المرام بشكل فردي بسياراتهم. وليس في حافلة الفريق للفندق. وانهم وضعوا ملابسهم في غرافهم وتحركوا للعشاء. الزناري والصبحي عادة للفندق بالفعل. وانا تم ابلاغي عن طريق الكابتن عبو حد السيد مدير الكرة عدم العودة. والتزمت بقى للصياغ. قال ايه? انه هذا الامر سبق وانحدث من اكثر من لاعب سواء باستقدام عشاء الى الفندق او الخروج لشراء اك او العشاء خارجا. شوفوا بقى كل اللي فات ده شمال وانا رايح يمين تاني خالص. الحقيقة ليه ده تسايوب? حاجتين فيهم التسايوب. ان اللعبة ما بتسيبش عربيتها في النادي. المعسكر الاخير ويركبوا العربي ويركبوا الاوتوبيس. ويروحوا ويرجعوا من من بعد المطش ما لو في واحد صاحبهم ولا حاجة اختهم اخوهم اموهم ابوهم عيعدوا ياخدوهم بعد المطش ماشي. او هو يجبوهم قبل البتاع ويجبوهم عبدو عليهم ماشي. لكن لازم في ما هو قادم من بعد من بعد توقف الدولي انه اكيد مش الحق ويعملوه النهاردة الحكاية دي. انه يبقى الزمال يكتحرك بحافلته. بالاوتوبيس. كل يتجمع في النادي ساعة خمسة مثلا ساعة ستة عيان كانت القرار عشان نروحوا المعسكر. غير كده هزار. وغير كده التسايوب. التسايوب الاخر الجملة بتاعت انه البعض كان بيجيب عشان من بره. او يوحوا خروج يتعشى. وهم رايحين انهم كرعتوا. بس بيبقوا عدين سهرانين. نعيبة ما بتعملش حاجة يعني. وعدين ما هانا مسلا. بقى ماني طلع يعني. خدنا عقلين. انه انت اللاعب هتفت اتغد الساعة سباح. اتغدت الساعة سباح. هتجوح. ومشتزم يجوع اللي هو اكل لحمة واغدار يعني. ومحش. بس احو ايزا كل سندة وانتش بتاع. وده بيحصل على فكرة وفي المعسكرات ببرة. لما كنا مع الزمان. وفي المنتخب بيجوعوا. ويتعمل لهم حاجات سناك كده صغيرة يعني. وتخلوح لهم القوط. طيب عندما بيجوع ببرة مصر مبتبعبش تخرج. دي اغلاص. فبيتعمل لك وبياخدوا طباخ معاهم وبتاعه. ويبقى التغدام ببينامشة لملعبة نامة. طيب. هنا التسايب بقى. وده خطأ كبير جدا من الكابتاع بواحد السيد. والحقيقة اني لازم بإدارة زيك تحقق في الموضوع. ما يجب ان يمر برورة الكرام. مين اللعبة اللي عملت كده. خصوصا الفترة الاخيرة. احنا عرفنا في مصطفى ومحمد صبحي واخونا احمد فتوح. وفتوح في الاعترافات اعترف على زميله. الاخرين وما بيلوا كده. واعترف ان ما فيش رابط في المعسكر لانه ده بيحصل على طول. يا كابتر عبواحد. طيب يا كابتر عبواحد السيد اخوي وصديقي. لكن احنا بنتكلم بامانها. ده خطأ لا يختفر لكابتر عبواحد السيد. ان ثبتوا هذا الامر فهو خطأ كبير. فهو تسايب. وده يقول لي هو الزمانك ليه كان تايه الفترة الاخيرة. لانه المعسكر بيدل على الحالة. ليلة المباراة تدل. ما بيعودوش مع اللعيبة بعض الكلب مع بعض. بره. ما كنا مع المنتخب. وكان ده مع المنتخب يعني والحمد لله من روحت مع المنتخب سفريات كتير. هي بشوف اللعيبة. وبنقعد يعني بيبقى في روكنا احنا هم عالين في روكنا بتاع بساعدين مع بعض. بيه تصمروا بتكلموا. اي ان كان بس في حالة الروح دي بتبقى ليها ارضية بعد كده. بتبقى ليها شغري جوه الملحب. ده الاعترافات اللي قالها احمد الفتوح. لازم مجلس دارة الزمالك يقف عندها كويس. ويخلوا بالو منها. ويركز فيها. لانها حل المفتاح الحل. السيطرة على الفريق. ونباش فيه حالة الاستهتار الكبيرة دي. مش حاجة اسمها كده. لازم فيه التزام فيه قواحد. ما ليش دعوة لو النادي اي نفسه بيعمل كده. مش فرقة. ان دي الزمالك ظروفه تستدعي الشدة. الشدة. في التعامل. عشان يبقى فيه سيطرة حقيقية في الامر. في النهاية بشكركم وبسعب بيكم دايما. وان شاء الله مكملين وما تنسوش. عشر تلاف لايك. لان اقبل بقى اقل من العشر تلاف لايك. شوفكم الاخير في اللي جاي. ودايما مع بعض ان شاء الله. وفي عون الله جميعا. وربنا وفقنا. تماما. السلام عليكم.